الفيلم الأردني فرحة اللي تحدث عن النكبة الفلسطينية إذا أنا مش غلطان إنتي جزء حتى من الكتابة أو من خلق أو إبداع الفكرة وسؤالي الأول حول كيف ولدت هذه الفكرة وتعرفين أيضاً على الكتاب مثل ما حكيت فؤاد هو مستوحى من أحداث حقيقية بس العالم تاع القصة هو متأليفي وإخراجي كتابة كان كتابة مشتركة بيني وبين ديمة عزر هي كمان منتجة على الفيلم فأبدأين هي قصة الفيلم الشخصية الحقيقية اسمها راضية بس القصة زي ما بحكي دايماً هي وصلتني سافرت عبر الزمن عبر السنين لحتى توصلني وكان عندي زي صار مسئولية ورغبة ملحة أني أحكي هاي القصة لما صرت صانعة أفلام بس هي قصة معي منه أنا طفلة يعني يعني ممكن نوضح أنتي كنت تسمعي مثلاً من أقربائك أم من أهلك هلأ الشخصية اللي أو حتلي بهاي القصة هي اسمها راضية ومن الناس اللي نجيوا من التمانية واربعين نعم وصلت لسوريا وشاركت قصتها مع مع طفلة قابلتها هناك أو هاي الطفلة كبرت وتزوجت وصار عندها طفلة كمان وشاركت هالقصة وهاي الطفلة هي أنا فلما كنت صغيرة ضلت القصة معي ولما كبرت وصرت مخرجة حسيت أنه هاي لازم تكون أول فيلم رواي طويل لإلي يا سلام وبالتالي في قصة شخصية يعني في الموضوع في رابط شخصي أكيد بالقصة ليش اخترتي فرحة الاسم سؤال مهم لأنه دايما الطريقة اللي بنسمع فيها عن عن فلسطين قبل التمانية واربعين الناس اللي عاشوا قبل النكبة دايما بيوصفوها بطريقة بتحسروا عليها بيوصفوها بطريقة كأنها مثل الفرحة التي سلبت منهم اللي انسرأت منهم فالاسم هاي الظلم يعني من أول ما سمعت القصة وقررت أعملها فيلم كان اسم فرحة وما تغير بتعرفي كمان ليش سألتك لأن اسم فرحة هذا اسم منتشر بين سيدات فلسطين بتلاقي بين ختياريات هذا الزمن مع كامل الاحترام والتقدير أسمائهم فرحة وحتى في الفترة القديمة من الجيل القديم أنا في حياتي عرفت أكثر من سيدة اسمها فرحة أذكر على سبيل المثال رحمة الله عليها جدة سوجتي كان اسمها فرحة والآن وأنت بتحكي أنا بتخيل يعني مشهدها هيك طابعها الفلسطيني وكل هاي التفاصيل فبالتالي الاسم هو موجود ومتداول ولكن يمكن ما بعرف هالأيام بيسموا فرحة أو بيسموا بالإنجليزي هالأيام صح أكثر بيقولوا جوي وغيره كذا لكن فرحة اسم موجود مظبوط أنا كتير حبيت كمان التناقض اللي فيه بالنسبة لطبيعة الفيلم يعني كحزن قصدك نوعا ما بس متل ما حكيت هي دايما الشي الفرحة اللي خسروها لما صارت النكبة أو لما طلعوا من فلسطين قبل ما أدخل في تفاصيل الفيلم أنا شايفك هيك وعم بتخيل البعض اللي بيشوفنا الآن على الهوى من الجيل الشاب يمكن في عندهم حب إلى السينما عندهم حب إلى شاشة التلفزيون إلى الإخراج وغيره يمكن بتبادل بذهنهم طيب كيف هاي الشابة بدت وكيف أنا ممكن أكون زيها وكيف قررت تكون مخرجة شو صار معها كيف بدت يعني أعطينا البداية واعتبر إنه في ناس فعلا زي ما بحكي من الجيل الشاب قاعدوا بتفرجوا شايفك بقولي ربي أنا كيف بدأ أصير زيها وهاي بدت يعني بتعمل أفلام ورايحة على كندا ويبدو يعني صغيرك كيف بدت دائما بنسئل هذا السؤال ودائما بجاوب بإني أنا عمري ما حاولت أو أجربت إني أكون مخرجة إنه أنا لقيت نفسي وجدت نفسي عم بصنع فيلم قصير بوقت ملاقات وأنا من النوع اللي ما بقدر أعمل فيلم فوقاد غير يكون عندي كتير رغبة ملحة وباشق شغف تجاه الإصة وتجاه الموضوع اللي عم بعمله ففي يوم الأيام كمان سمعت إصة وأثرت فيني وضليت عم بتخيلها وعم بنام وبحلم فيها لهذه الإصة فبالآخر حملت كاميرا وروح تصورت الفيلم فمن هون عرفت إنه آه أنا شو عملت أنا أخرجت هذا الفيلم القصير بس ما كان عندي النية إنه أنا أفوت بهذا المجال أنا وجدت نفسي بهذا المجال آه وين صورت الفيلم آه في أي محافظات آه إذا بتقدر تتذكري هاي التفاصيل وقديش أخذ معاكم تصوير يعني كم ساعات عمل ممكن تقسيلي إياها بالأسابيع أو بالأشهر هلأ بالنسبة لمواقع تصوير صورنا بعدة أماكن مناطق بالأردن مثلا بتعرف الأردن عندنا غنية بكتير مواقع حلوة الحمد لله فمنها عجلون الفحيص وأماكن كثيرة بس الحلو بفرحة إنه كان التركيز على مناطق يعني ما تصور فيها قبل هيك يعني بتعرف كتير بيأيوا إنتاجات أجنبية بيصوروا عندنا وبالأردن بنصور هون أفلام بس هاي المناطق حاولنا نلاقيها فرش يعني جديدة ما ما تصورت قبل هيك أما بالنسبة لمواعيد وقات التصوير طبعا رحلة صناعة الفيلم تاخد سنوات نعم بس كإنتاج كأيام تصوير كانوا تقريبا 32 يوم تصوير 30 يوم تصوير طبعا فيه إجازات بينهم إلى الراحة يعني بس هذا تقريبا كيف كان التمويل؟ عمل زي هيك يعني هذا بده جهد مالي طبعا وما كان سهل أكيد يعني كلنا نعرف أنه من أكتر الشغلات المنواجهة هي يعني أو الصعوبات المنواجهة كصناعة أفلام هي الدعم المادي لحتى نقدر ننجز أعلم أعمالنا بس من الداعمين كانوا هي الهيئة أمريكية الأردنية للأفلام طبعا وعدد من المستثمرين ومن الداعمين للفيلم يعني اللي آمنوا بالقضية وبالقصة طبعا بفريق العمل ودعموه اليوم الفيلم راح لكندا ونعرض في واحدة من أهم مهرجنات العالم للسينما مضبوط صحيح؟ صح وكان صراحة من يعني ما كنت بتخيل أنه ممكن يكون هل أدى يعني فاق تصوراتي وكانت مفاجأة كتير حلوة يعني العرض هناك بالعادة بعد ما يلف على مهرجنات بيصير متاح للناس تحضروا في السينما صحيح وعفكرة هلأ بدي أعلن عن خبر ما أعلننا عنه لسه بالسوشال ميديا راح أعلنه أول مرة هنا أنه هلأ كمان خبرونا أنه تم قبول الفيلم بمهرجان بروم فيلم فاستفل اللي هو كعرض أوروبي أول وحين عرض كمان ببوسان بكوريا الجنوبية كأول عرض آسيا وأول فالحمد لله الفيلم بلش عم بيتحرك عم بلف بمرحلة أكيد معينة بس بعد العرض العربي الأول كمان راح يتم عرضه بالأردن إن شاء الله بيدور عرض السينما طبعا بالسينما وكمان بمهرجانات إن شاء الله متى متوقعة كفترة؟ يعني هلأ إحنا عم نعمل خطة التوزيع لسه أول السنة يعني؟ يعني ممكن 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 أبل آه إن شاء الله بس بس أول ما تبين التواريخ طبعا راح نخبر نعلن عمل من هيك أنا بسميه حمل على كتاب فريق العمل كامل إن كان مخرج إن كان جهة إنتاج إن كان كتاب المخرج بشكل عام باحث بيدور وبيبعبش فبالتالي حتى لما بلف على عواصم عالمية أكيد بيبعبش وبشوف حواليه من أخبار واليوم عمل مثل هاد مسئولية لما بينعرض في دول أوروبية أكيد في جهات خلينا نقول التعرقل جهات طاغطة وأنا هون تماما أقصد إسرائيل صار معاكم هيك؟ طبعا فيه يعني فيه الإعلام المضاد وفيه كتير أكيد جهات يعني خصوصا عن فيلم مثل فرحة يعني بتناول قضية يعني الحدث كالنكبة كتير بحسه نوعا ما مهمش أو مغيب بالسينما العربية بشكل عام ولما ينترح بنترح من وجهة نظر أو من منظور هوليوودي أجنبي غربي فكان بالنسبة لي هذا من الأشياء اللي كنت عم بتزيدني إصرار أن أعمل هذا الفيلم أنه هاي القصة لازم تعيش يعني وتبقى لأجيال الجديدة تعرف عن هاي القصة يعني والقضية فطبعا كان فيه أكيد يعني كتير جهات ممكن معنية أنه ماين عمل الفيلم بس بس بالآخر فيلمك خلال 32 يوم من العمل التنفيذي ننسى حتى اللي قبله كم شخص اشتغل في هذا العمل لأنه أنا أنا أفكر بطريقة تاني كم فرصة عمل فيلم سينمائي قدم الحقيقة هلأ طبعا فيه مرحلة ما قبل التصوير وما قبل الإنتاج والإنتاج وما بعد الإنتاج فعم تكي بحدود من 150 إلى 200 شخص اشتغلوا على هذا العمل وبدي أحكي بدي أذكر بما أنه عم نحكي عن فريق العمل أنه العمل السينمائي هو عبارة عن عمل جماعي يعني كل شخص بيشتغل بهذا يعني خلف الكواليس أو أمام الكاميرا أو خلف الكاميرا كل شخص كل يعني فردا فردا هو لا يقل أهمية عن المخرج ودوره أساسي ورئيسي وجدا مهم لحتى يتم هذا العمل جميل جدا دارين تحت الهواء أنا قلتلك تقصدت أن أبقي يعني معلومات من هذا التقرير بعيدة عنك لأنه اليوم أنا يعني تقصدت أني أضع المخرجة أمام المثال اللي وضعته يعني تحاكي بطريقة سينمائية الواقع ولكن التوثيق اللي اليوم كان من اللد شخص ناجي من النكبة وحكى شو صار مع أهله ومع أرايبه وكيف كان في البلد يعني فيه دموع كانت حقيقية هذا مو تمثيل هذا التوثيق بتعمله رؤية من عشر سنوات صراحة يعني اللي ورجتني يا هذا ذكرني بس بأهمية أنه يعني مهم نعمل أفلام مثل هيك تبقى يعني وتضل وتذكر شو صار بهذاك الوقت صراحة أنا يعني شكرا فؤاد لأصدافتي فشكرا لرؤية وبدي أشكر كل شخص بدي أشكر فريق الإنتاج اللي هو ديمو عازر آية جرداني وكل شخص يشتغل معي لهذا العمل لحتى نقدر نعيد خلق فلسطين بالـ 48 وحدث هالقدة مهم لسه كل ما عم نشوف ناس عم بيبكوا عليه بتشكرك وبتمنى لك دوام النجاح والتوفيق المخرجة الشابة الأردنية دارين سلام أهلا وسهلا فيك في حلوة يا دنيا ترجمة نانسي قنقر